على علم بالهجوم قبل أن يبدأ بل وعلى اتصال مع المخططين أيضا تلك هي الصين في علاقتها مع موسكو أثناء غزو أوكرانيا هذا ما كشفه تقرير استخباراتي غربي ذكر أن مسؤولين صينيين طلبوا في أوائل شهر شباط الماضي من كبار المسؤولين الروس أن ينتظروا حتى انتهاء أولمبيات بكين قبل بدء غزو أوكرانيا التقرير الاستخباراتي أعاد الذاكرة إلى لقاء بوتين مع الرئيس الصيني في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية وفي ذلك اللقاء أعلن الرئيسان أن شراكة بلديهما لا حدود لها في رسالة إلى الأطراف التي هددت موسكو إذا هاجمت أوكرانيا بوتين الذي ظهر في فترة ما قبل الغزو وكأنه متردد كثيرا وقام بسحب قواته فاجأ الجميع بهجومه البري والجوي على أوكرانيا معلنها حربا مفتوحة لم يكن تصرفا جنونيا وطيشا مدفوعا بشخصية بوتين هذا ما يقوله مراقبون وإنما هو عمل يستند إلى قاعدة حلفاء عريضة تمتد من الصين شرقا حتى فنزو إلا غربا مرورا بإيران وكل من دار في فلك القطب الروسي الصيني وبإعبارة أوضح تقديم أحدث نسخة معدلة عن السوفيتي القديمة الصين تحديدا طرف رئيس في اللعبة الروسية لاعتبارات تتعلق بالسباق مع الزمن من أجل كسر التسيد الأمريكي للاقتصاد العالمي وبالتالي تكون روسيا مدعومة في حربها من حليف يؤرق الأمريكيين منذ سنوات وجعلهم يغيرون كثيرا من سلوكهم الخارجي في التعامل مع أزمات العالم الغزو الروسي لأوكرانيا ليس آنيا محدود الأهداف والأبعاد وإنما يفتح لبداية عهد تحالفات جديدة قد تكتب تاريخا جديدا للعالم المتأزم اشتركوا في القناة